مع الكابتن عبدالله القحطاني للحالات التحكمية في قرار غير شكل المباراة كابتن عبدالله ومساء الخير قبل كل شيء مساء الخير عليك أبو الوليد على الزمل الأعزاء وعلى السادة المشاهدين رح نستعرض المباراة تفصيليا أبو الوليد ونشوف وش قرارات الحكم وش تأثيرها على نتيجة المباراة في النهاية الحالة الأولى كانت تقريبا في الثانية عشرين أو سبعة طعش هذه الحالة كان يجب أن يظهر فيها الإنذار لأن حالة من أعلى حالات التهور هذه ما هي من الحالات التي تمشي يعني تقول والله بداية المباراة ومشيها لا هذه تهور واضح وصريح من لاعب الشباب كان لابد أن يظهر الإنذار في الثانية عشرين من المباراة لم يظهر هنا الحكم أعلن عن ركلة جزاء نتيجة المهاجمة بإهمال من قبل لاعب الاتحاد كان يجب أن يكتفي بركلة الجزاء لأن هذه مهاجمة بإهمال وليس تهور هذه يعني أعلى درجات الإهمال كان يجب أن لا يظهر الإنذار في هذه الحالة ولكن ركلة الجزاء نتيجة المهاجمة التي قام بها لاعب الاتحاد هنا ولكنها مهاجمة بإهمال لعدم اكتمال كامل القدم على لاعب الشباب نذهب إلى حالة أخرى هذه الحالة طبعا التي تم من خلالها تسجيل هدف صحيح لنادي الاتحاد الحكم سمح باستمرار اللعب كان فيه لمسة يد على لاعب الشباب اللي هنا على جانب المرمى لكن الحكم أعطى مبدأ وقت قليل عشان يشوف نتيجة الكرة وبالفعل الكرة اتجهت إلى الهدف وقام باحتساب هدف صحيح نشوف الحكم هنا كان يشل اللاعب الكرة في يده هذه حالة تماسك بين اللاعبين الاستمرار كان قرار صحيح كل اللاعبين نشوف لاعب هنا الشباب يتجه إلى لاعب الاتحاد ومن ثم حدث نفس الاستدام هذه الحالات من الحالات اللي تحدث كثيرا في المباراة ولكن لا يوجد خطأ نشوف لاعب الشباب يذهب إلى المدافع ولا يوجد أي خطأ نذهب إلى حالة أخرى هذه الحالة طبعا كان يجب أن تحتسب ركلة جزاء لنادي الشباب نتيجة هنا العرقلة بإهمال اللي قام بها لاعب اللي هو الاتحاد على لاعب الشباب اللي هو في طرف الصورة اللي هو الشمراني على جونيور تقريبا إذا اسمه صحيح صحيح إذا نشوف القدم التجهت هنا هذه حالة أرقلة بإهمال لم يوفق الحكم في احتسابها ولم يوفق حكام الفار في مراجعة الحالة بشكل دقيق نشوف هنا اللاعب كان متجه إلى الكرة وحدثت حالة أرقلة بإهمال تستوجب احتساب ركلة جزاء لم يوفق الحكم في احتساب هذه الحالة نذهب إلى حالة أخرى وهذه أيضا حالة إخفاق أخرى في العقوبات الانضباطية هذه حالة ضرب بتهور من قبل لاعب الاتحاد على لاعب الشباب واعتراض تقدموا بهذا الشكل كان يجب أن يشهر الانذار بعد أن أعلن على ركلة حرة مباشرة هذه حالة تهور واضحة وصريحة نذهب إلى حالة أخرى وهي حالة استمرار للعب صحيح من قبل حكم المباراة الكرة لم تتجه إلى يد لاعب الاتحاد ذهبت إلى صدره والاستمرار كان قرارا صحيحا ولا يوجد أي لمسة يد في هذا الحدث بالتحديد نذهب أيضا إلى حالة أخرى هذه الحالة حالة ركل بتهور من قبل لاعب الاتحاد على لاعب الشباب أيضا يجب أن تظهر العقوبة الانضباطية في هذه الحالة نشوف قدم لاعب الشباب اتجهت إلى مكان حساس في جسم اللاعب هذه حالة التهور كان يجب أن تظهر في هذه الحالة هذه مجمل الحالات أبو الوليد شكرا نبو زيادة أعطيك العافية